سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الصابر الراضي بحكم الله لم يفزع من تهديد هؤلاء لأنه يعلم أن الحق أبقى فجاءه الرد الإلهي محفوفا باللطف الرباني والاستغاثة الربانية ودي من أمارات النجاة اللي بيبقى مكتب لهم النجاة أصحاب القلوب السليمة فكان يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سلب ربنا من النار خاصية الإحراق بالنسبة لسيدنا إبراهيم فلم يصل أداها إلى إبراهيم بل كانت بردا وسلاما حتى أن سيدنا بن عباس رضي الله عنهما قال لو لم يقل الله تعالى سلاما لمات إبراهيم من بردها من شدة محول خاصية الإحراق إلى تبريد شديد ثم ألحق وأتى بكلمة يعني بردا وسلاما حتى لا يتأذى من ذلك البرد كان سيدنا إبراهيم عليه السلام صابرا في النار صابر في النار بدجر ولا صابر في النار بإنه متوجه بالقلب إلى ربه كان صابرا في النار متجها بقلبه إلى ربه كان صابرا في النار ذاكرا ربه وبيرولن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إبراهيم لما ألقوه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل وقالها محمد عليهما الصلاة والسلام حينما على نبينا وعلى سيدنا إبراهيم الصلاة والسلام إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ظل التسليم الكامل لقدر الله ومشيئة الله مصاحب لسيدنا إبراهيم عليه السلام في جميع مراحل حياته وقد تقدم به السن وقد رب العالمين أن لا ينجب إبراهيم أولادا وكانت زوجة سيدنا إبراهيم عاقر لكنه لم يعترض مطلقا على قدر الله تعالى سيدنا إبراهيم على طول مستسلم سلم أمره لخالقه فلما أدن الله تعالى رزقه بإسماعيل على كبر ثم أمره تعالى بأن يصطحب زوجته هاجر عليه السلام وابنه الصغير إسماعيل ويتركهما في واد غير ذي زرع صحراء جرداء لا زاد فيها ولا ماء ولا حتى أناس يأنسون بهم ذهب بهم إلى هناك وتركهم دون تفكير مع تسليم مطلق سيدنا إبراهيم لما ربنا اداله الولد يقول له خده خد زوجتك بعدما كان طول انتظار منتظره وقول له حطه في هذا الوادي اللي ما فيهوش زرع ولا فيه أي شيء ويسيبهم ويخضعوا مستسلم شايف المعاني للقرآن الكريم عايزنا نعيشها استسلم لقضاء الله وقدره استسلم وأنت عندك يقين بأن كل ما يقضيه الله خير جريت عليه ستين هاجر قبل ما يمشي تنادي وتسأل يا إبراهيم يا إبراهيم لمن تتركنا هنا فلم يجبها بجواب فقالت له الحكيمة آه الله أمرك بهذا قال نعم فكانت الكلمة الحكيمة الخالدة والاستسلام المطلق لما يأمر به الله ولما يقضي به الله ولما يأذن به الله سبحانه وتعالى وقالت إذن لن يضيعنا الله أبدا سألته ألتله آه الله أمرك بذلك قال نعم فقالت إذن لن يضيعنا الله أبدا هذا هو التسليم التام تسليم القلب للمولى العظيم نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك اشترك وما تخليش حاجة تفوتك